هل فرضت عليكم السعودية الإعلان الرئاسي بتفاصيله ولا أنتم اتفقتم على النقاط الموجودة فيه تشوفي طبيعة الفكرة وطبيعة النقاش التي كان في المجموعة المحور السياسي كان واضح جدا النقاش كان سكف مفتوح لم يكن هناك أي حواجز على الخوض في القضايا كانت تركيز كبير على إشكالية قيادة الشرعية والخل الذي يعتورها وكان الجميع يشكوا حتى الذين كانوا مسيطرين على الشرعية يعني إذا جاز الحديث حول الأخوة التي كانوا يمثلوا الشرعية الأخوة في الإصلاح والأخوة ممثلين رئاسة أشكر موقفهم طبعا كانوا يدافعوا عن وضع الشرعية لكن كانوا يمارسوا انتقادات شديدة جدا حول أداء الشرعية وحول شلالها وحول عجزها يعني كان في اتفاق إنه لازم يتغير رئيسها كان التقيب كان هناك إجماع على أن الخلل في الرأس في رأس الأسطلطة طب فيما يتعلق بالتباوض مع الحوثيين لابد من إدخال إصلاحات تبعد هذا الشلال وهذا الموت السليلي كانت دمى الاتفاق على ما قاع في البند الأول والثمر علينا الرئاسيين ماذا فيما يتعلق بالتصارح مع الحوثيين نعم وفيما يتعلق بالتصارح مع الحوثيين هل كانت رغبة اليمنين ولا رغبة السعودية لا شوف فيه اليمنين لا شك كل أنا كنت موجود والتقيت بجميع وكنا نخوض النقاشات والجميع كان يقول أنهم مع السلام ويريدوا حوار ويريدوا تسوية وإلى آخره لكن يريدوا أيضا من الطرف الآخر أن يكون بنفس الاستعداد ونفس الجاهزية